السلام عليكم سماحة الوالد هذا سؤال من فرنسا يقول صاحبه تريد دولة فرنسا أن تصدر قانونا تمنع لبس النقاب فإذا تحقق ذلك فما هو الواجب على المستضعفات التي لا يستطعن الهجرة هذا من آفات الإقامة في بلاد الكهر أنهم يفرضون عليك انظمتهم وكفرهم ونظامهم وهذا مما يوجد الهجرة إذا استطاع الإنسان يهاجع وعليها أن تتقي الله وأن تلزم الحجاب والنقاب ولا تخضع لأحكام الكفار مهما أمكان هذا نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الأجر المترتب على فعل السنن الرواتب ولا تخرج أيضا للأسواق وتجمعات تبعد عن هذه الأمور التي تفرض عليها خلع الحجاب تبتعد عنها ما استطاعت نعم